وما تيجي بقى دكتور نبتدي بالنقطة اللي كنا نتكلم فيها في الفاصل الجدل اللي دار دا يعني برضو عشان نوضح للناس يعني كم في حوار كده قبل ما نطلع على خضراتكم على الهواء من خلال الفاصل اللي فات كان الدكتور بيتكلم معنا ان من ضمن النقط اللي عايزين يعني نتطرق بيها في حديثنا معايا النهاردة فكرة ان في دوا جديد احدث يعني ثورة في دنيا التغذية وفي دنيا تخصيص بصفة خاصة طبعا انها واندي سمعت الكلمتين دول من هنا واعنيها وسعت ونفسيتها انشرحت ودخلنا بقى في الحوار ايه بتاع ان هي شايفة ان هي محتاجة تفقد وزن ايوه وانا ستة عدري بقى ترد انا بطلت اعلق على التفصيل انا قلت لها ما ينفعش ابا يا سيدة هاواند انك انت تخصي لان كنت مقياسي الجمال ايهتي عدريك تاخدي دا نتصورها ونحطها نقولها كل الستات مص لازم تبقى زينه سيدة هاواند لكن هي عايزة ودنا الكلام دا انا قلته ان هي لازم البرسبشن بتاعك يعني ايه استقبالك انت لنفسك ايه وهل ممكن انا فعلا الناس كلها شايفة اه انت حلو زي الفل وكده لكن انا شايفة نفسي ايه وهي دي الحقيقة انا شايف نفسي ايه لكن لمعايير معينة لان انا لوصلت المرحلة معينة انا كويسة وكل حاجة سمام وحاسة لسه برضو ان انا قليلة دا بتبقى حالة مرضية محتاجة برضو علاجات طيب ايه اللي نقدر نقوله هل انا كويسة ولا لا هي اللي نقدر نقوله احنا نزود الكتلة عضلية ونقلل الكتلة الدونية عشان يعمل شايف مش عشان ابقى زيادة او الناس تقول عليها حلوة خلاص لا ابقى صحية والصحية هي دي الاهم ان انا ابقى صحي وعندي طاقة ان انا اعمل اي حاجة وشكلي حلو في نفس حالة بالنسبة بقى للدوة بقى اللي هاتبت تكلم عنه ايه 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 حكايتم كده باختصار هو الدوة ده اساسا كان موجود من زمان الاول ده هو اساسا اول ما ابتدى موجود كمان في امريكا وهو مش دوة هو حؤن علشان نبقى عارفين الدوة دوة دوة لعلاج السكر وكلام ده هتقولك ايه ده او هو كان دوة لعلاج للسكر في الاول اول ما نزل نزل لعلاج السكر الحؤنه كان لذيذ جدا وممتاز وبيجيب نتايج ممتازة مع الاستخدامه لقى ان هو كمان بيقلل في الوزن وبيسد الشهية وبيحرق الدهون بس مالوش اضرار من ناحية السكر خالص يا دوة لا هو بيعالج السكر وما بيجيبش السكر لا اللي ما عندوش سكر ايوة ما هو دي بقى ان الناس اللي ما عندهاش السكر اللي هم الناس الطبيعيين العاديين هل بيقصر عليهم لا هل بيوطي السكر لا هل بيزود السكر او بيجيب امراض لا برضو طيب ايه ده حاجة جميلة قوي فهو لقوا ان هو بينزل في الوزن الدواء معروف جدا واخد تصريح من منظمة الصحة الامريكية الف دي ايه فدي حاجة يعني يخد على درسات كتير جدا قبل ما ينزلوه لما لقوا كده قالك طب احنا هننزلوه بقى للتخصيص الف دي قالت لا مش هينفع الكلام ده بنفس المكونات وقالا تم تعديل اي حاجة فيها ما هي دي بقى الحلوة بقى اللي في الكلام اللي هو نفس التركيبة العلمية لكن الجرعات مختلفة للتخصيص فعشان كده عشان الجرعات مختلفة للتخصيص نزلوه باسم تاني بشكل تاني بس هو هو يبقى هناخده هناخده بقى اي حد بقى يروح يجيبه من الصيدرية متوفر في مصر موجود لا متوفر في مصر هو غالي نسبيا على حسب الحالة هو انا بقى اقوله للناس كلها انه هو بديل للعمليات يعني اللي مش عايز يعمل عملية للتخصيص يبقى هو ده مديل لا تقولي بتفكري تعملي عمليات يا عزيزي اي اي حضرتك ده ده مبعض من اللي احنا متخايدين او دكتور انت كنت متفكرين فكرة انا هنو يعمل لك عملية احنا نبلغ عليه النقابة الترباء على طول ده احنا لازم نحجر عليها والله يتحجر عليها راسم بس ده صح يعني زي ما حارف بتقولي بديل العمليات يعني ناس كتير ممكن هي من غير بنج ولا اي حاجة ويعني المخاطر بتاعت العمليات ده صح كده اخدتوا من هنا خلاص انا واكل اللي انا عايزة. هو مشكلة يعني حلوة الدواء ده انك حتى لو انت عايزة تاكلي مش هتقدري. ولو خدتي بجرعات كبيرة قوي ممكن يوجع المعدة. فعشان كده لازم اشراف طبي لازم بجرعات متساوية وتزيد. انا